أبدأ مع حضرتك على طول الأول من الإنجاز الأهم اللي تم افتتاحهم باريح ثلاث محطات الكهربائية العملاقة نقدر نقول أنه بافتتاح هذه المحطات والمشاريع الضخمة دي هيكون عندنا فعلا غياب لانقطاع الكهرباء بعد كده في الفترات اللي جاية كلها؟ هو طبعا لا هي طبعا بالتأكيد أنه احنا بنشتغل على أكتر من حاجة أول حاجة أن توفير الإنتاج لتلبية كل احتياجات ما فيش تخفيف أحمال وهناك بالعكس فيه احتياطي احتياطي محترم جدا بيؤكد على أول حاجة تلبية كل احتياجات الداخلية تدعيم المشاريع التنموية الداخلية في نفس الوقت دعوة لكل المستثمرين أن مصر عندها من استقرار للتغذية الكهربائية والكهرباء تلبي كل الاستثمات الموجودة والمصانع والصناعات اللي هي يعني إن شاء الله نأمل إن شاء الله تبقى في إقبال لها والحمد لله احنا بنرى يعني في إقبال بقى عندنا قد إيه طاقة كهربائية يعني بالضبط على مستوى الجمهورية خلينا نتكلم الأول عن الاستهلاك الحالي الموجود عندنا دلوقتي كام وبعد كده الاستهلاك اللي احنا متكلم عنه للمحطات دي فهيبقى الفائض عندنا قد إيه وممكن نستخدمه كمان يعني احنا خلينا نقول مثلا المثال حي النهاردة النهاردة احنا الحامل الأقصى اللي وصل لي طبعاً اللي نصل للتغذية الكهربائية وصلنا لي 31 ألف وربعمية ميجاوات وبالرغم من كده هناك احتياطي يتخط السبع تلاف ميجاوات معنى كده هو ان الاحتياطي الموجود يعني بيطمئن ان احنا عندنا حوالي يعني بصفة عامة بدخول لـ 14 ألف وربعمية في إضافة لي حوالي 25 ألف ميجا في خلال الأربع سنوات الماضية عندنا احتياطي بيمثل حوالي 25 في المية للطلب أو الاحتياج اللي موجود بالإضافة إلى يمكن برضو فيه جزء مهم ان احنا ما زلنا عندنا تحدي في تطوير شبكات نقل الكهرباء وتوزيع الكهرباء احنا شغالين فيها في خطة يعني محددة واضحة في خلال يعني سنتين على السنة القادمة ان شاء الله تشهد هذه الشبكات طفرة وقفزة نوعية كبيرة جدا